السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبايبي واخواتي وحشتوني وحشتوني جدا. النهاردة جيل لكم بتصريحات. مفيش اخبار. النهاردة تصريحات بس. تصريحات سواء كان من كهرباء على فيسبوك. وسواء تصريح برضو لمحمد شريف برضو على فيسبوك. وسواء كان برضو تصريح للمهدي سليمان حارس مرمى برامز السابق والتحاد السكندري الحالي. وفي تصريح ليحيا كومي رئيس نادي الاسماعيلي. وفي تصريح ايضا لردع عبد العال. وفي تصريح لفريرة المدير الفني لنادي الزمالك. وفي تصريحين لامير مرتضى منصور. قبل ما ابتدي التصريحات. جارية تجهز المشروب بتاعك عشان تركز معي. في الكلام اللي انا هقوله. وقبل برضو ما ابتدي الفيديو ما تنساش تصلى على سيدنا محمد. عليه افضل الصلاة والسلام. ودلوقتي اقدر اقول لكم ايه? بسم الله الرحمن الرحيم. اول تصريح هيبقى لكهرباء على فيسبوك. بيقول ايه على فيسبوك. طول ما انت بتحب الخير لغيرك. الخير هيجي لك وهتبقى مش عارف الخير بيجي لك منين بالزبط. تمام. اللي حصل مع الزمالك في موضوع سيف الدين الجزيرة هو هو نفس اللي حصل مع كهرباء. تمام? بس الاهل ما كانش ليه يد في موضوع كهرباء. فسبحان الله سبحان الله اللي حصل مع كهرباء بيحصل مع الزمالك. بس الزمالك ليه يد في الموضوع. انا اسف لو اي حد يزملكه بيسمع كلامه. بس حابب ان انا اوضح المعلومة دي. وسبحان الله الحاجة تيجي ولا من ايد الاهل ولا من ايد اي حد تيجي من عن طريق النادي اللي جي منه اللاعب. اللي هو لافريكي التونسي. تمام? فالكلام اللي هو بيقوله كهرباء فعلا حقيقي. انت طول ما انت ما بتعمل خير في اللي قدامك او في اللي حواليك. ربنا هينكزك من حاجات كتير او هتشوف اللي ظلمك هتشوفه في نفس المشكلة وهو مش عارف يطلع منها. وسبحان الله دي حاجة بتاعت ربنا. واقدار ربنا. يعني ما فيش حد ليه يدية في الموضوع. ده هو الموضوع كده اتعرف كده بالصدفة. وسبحان الله الدنيا وسعة الايام دي. على مين? على اتحاد الكورة والزمالك. التصريح التاني لمحمد شريف على فيسبوك بيقول ايه? انا لا ارى ابدا ما تم انجازه. انا ارى ما لم يتم انجازه. على فكرة وجمهور الاهلي اصلا ماشي بهذا المبدأ. ان احنا ما بنفكرش برضو بان احنا عملنا ايه? ان احنا عملنا ايه طول السنة? لأ احنا بنفكر اللي ضع مننا ده ضع مننا ليه? بنبتدي ان احنا نفكر في الموضوع. وهو نفسه محمد شريف برضو في التصريح بتاعه برضو بيقول برضو نفس الكلمتين. وهو ده المفروض يكون مع اي لعب داخل القلعة الحمراء او داخل نادي الاهلي. لازم ما يفكرش في ان هو عمل ايه? لازم يفكر اللي هو ما عارفش يعملو يعملو ازاي او يجيبو ازاي السنة اللي بعدها? فتصريح يحترم من لاعب برضو محترم. اللي هو مين? المخيف محمد شريف. تصريح المهدي سليمان بيقول ايه? الاهلي بجماهيره باعلمه ببطولاته بيخلي حارس المارمى بتاعه في السماء. الاهلي اقوى من يزاي مالك حتى في السوشيال ميديا. جمهور الاهلي على السوشيال ميديا مرعبين. الاهلي بيدي خمسين في المية دفعة لحارس المرمى. والكورة اللي بتصدها في الاهلي بمية كورة من بره. بمية كورة بره. المهديس لما كان نفسه يجي الاهلي. بس يا برامل زعتالي بتاع الموضوع عشان خاطر مش عايز اي لعب من عندها يروح الاهلي. لو هتروح الاهلي? او اللعب اللي هيروح الاهلي او الاهلي عايز لعب? لازم نستفيد من وره الاهلي. مش متخيل. فعشان كده لحد وقتنا هذا ما خدش ولا طولة. عشان نبقى على نور. اللي بيفكر بالطريقة دي والسياسة اللي ماشي بالطريقة دي عمره ما هيفكر او عمره ما هياخد اي حاجة فكورة. هيفضل كده معال لك سر. تصريح لرئيس نادي الاسماعيلي يحيى بكومي. بيقول ايه? نرحب ببيع باهر المحمدي. ازا جاء له عرضا يناسب طموحات النادي المالية. بينما ازا كانت العروض ضعيفة سيستمر مع الفريق ولن نبيعه. يعني مش هيبعه يعني. مهون تلعطلت الدنيا كلها? كان جايلك عروض لبهر المحمدي. ومعرفتش برضو انك انت تطلع فلوس من الجمهور بتاع الاسماعيل. عارف انت لو جمهور الاهلي او لو الاهلي بيقع والنادي الاهلي طلب فلوس من الجمهور هتلاقي مليارات. ده لو كل واحد بس من جمهور النادي الاهلي حط ايه عشرة جنيه. مش اقول لك مثلا مبلغ. لا عشرة جنيه. هنكفي احتياجات النادي. ليه? عشان احنا مش هنشوف مش مش حابين نشوف النادي الاهلي بيقع. انت بقى عملت ايه? ولا انت عارف تبيع ولا عارف تجيب فلوس اصلا من الجمهور. فطبعا اه ان شاء الله النادي الاسماعيلي يعدي من كبوته اللي هو فيها. انا مش حابب ان النادي اسماعيلي يكون واقع. نادي الاسماعيلي من واقع صغير كان هو القطب التالت بتاع مصر. فربنا يعدي نادي الاسماعيلي من الكبوة اللي هو فيها دي ان شاء الله بخير. لان الفترة اللي جاية دي هتبقى صعبة جدا على نادي الاسماعيلي. في تصريح ايضا لردى عبدالعال. بيقول ايه? صفقة عمر جابر مش كوية لنادي الزمالك. هو جاي النادي مبطل كورة من بيرمتز. ولم يظهر بشكل كوي مع منتخب مصر في مباراة النايجر الماضية. اول مرة في حياتي اشوف تصريح لردى عبدالعال كويس. طبعا بعيد عن موضوع هكتور كوبر ان احنا في كاس العالم ان احنا نطلع حالصالة. يمكن ده تاني تصريح. في حياته كلها. ما شفتش تصريح كويس ولا تصريح. صائب من ردى عبدالعال. انت متخيل? ردى عبدالعال اه هو اول تصريح وده تاني تصريح. اول تصريح كان هكتور كوبر وده تاني تصريح. بس ما تقلقش. كالجمهور زمالك انا بقول لك ما تقلقش. عندكم فريرة هيعرف يستفاد من عمر جابر. وهيعرف يخليه صفقة من انجح الصفقات اللي جت نادي الزمالك. تصريح لفريرة بقى بيقول ايه? الفوز بدوري ابطال افريقيا مع زمالك سيكون بمثابة الكريمة التي توضع على الكعكة. في حاجة حابب ان انا اتكلم فيها بالنسبة الجمهور الاهلي. مش ينفع يكون في نادي عنده طموح ان هو يحقق لقب بقى له عشرين سنة. ما حققوش او اكتر من عشرين سنة. تقريبا عشرين سنة. ما لسه ما حققوش من عشرين سنة. ومش ينفع ان هو عنده طموح ان هو عايز يحققه واحنا نتريق عليه. لا. كل نادي وعنده طموح لازم ان جمهوره هو اللي يدعمه. بس في نفس الوقت احنا ما يطلعش مننا كجمهور اهلي ان احنا نتريق على المنافس اللي قدامنا. او نتريق على اي حد يخص المنافس اللي قدامنا. فبالتوفيق للمدير الفني فريرة وان شاء الله تحققوها بس ما يكونش قدام الاهل. النهائي ما يكونش قدام الاهل. في تصريح الامير مرتضى بيقول ايه? الزمالك دائما بيلعب في ظروف صعبة. بس عندنا رجالة ومروا بظروف صعبة زي دي. وكسبوا الدوري والكاس وما بنشتكيش. يا رجل ده انت اكتر فريق اشتكو. ده انت عمر دردير يطلع مخصوص وقال احنا وقدين حوقنا. بس لازم نقول ان احنا في مقابرة حوالينا او ان احنا لازم ندعي ان احنا بنتظلم عشان ناخد اكتر من حقنا. فما تجيش تقولي ان احنا مبنشتكيش. لا ده انتو اكتر ندي ادي اشتكيتو. بعدين انتو اكتر الناس عارفين انتو خدتوا الدور اللي فاتوا الدوري. ده خدتوه ازاي. فمش عايزين نخش في تباصيل. آآ آآ الف مبروك لكم. وان شاء الله اللي جاي احسن بالنسبة لكم. بس آآ يكون بعيد عن الاهل. هتقول لي ازاي هقول لك مش عارف. طالما انت بعيد عن الاهل انا بالنسبة لي انت ان شاء الله تاخد اللي انت عايزه. بس ما تجيش قدام الاهل. تصريح اخر لامير مرتدى بيقولك ايه? احنا كنا رايحين نجيب حارس اقل من محمد صبحي. بعشرين مليون جنيه. اللي هو محمود جاد يعني. جيبنا صبحي الافضل منه يعتبر ببلاش. طيب الف مبروك. بس احب افكرك ان محمد صبحي ده. محمد صبحي ده. قال لكم كده فكوكم مني. تمام? لو كانت حصل من لاعب للنادي الاهلي كان النادي الاهلي حتى لو معار برا هيبيعوا ببلاش. وده السيستم اللي احنا متعودين عليه مع النادي الاهلي. هتقول معانا هنشيلك فوق دماغنا. تمام? حتى الجمهور هشيلك فوق دماغه. هتقول كلمة تدايق من ادارة النادي الاهلي برا. انت ما تلزبناش. انت اخرج تتبع ببلاش. الا ربع كمان. هو ده النادي الاهلي. انما واحد يقول فكوكم مني وفي الاخر ارجعوه. بالشافة. رسميا المهندس عدلي القيعي رئيسا لشركة الكرة بالنادي الاهلي. على فكرة الخبر ده الخبر ده ليه معاني كتير قوي وهنشوفه. بس اول معنى فيه ان احنا في شركة قوية جدا هطرعى النادي الاهلي. سواء كانت شركة الخطوط الجوية القطرية. سواء كانت شركة الخطوط الجوية التركية. سواء كانت شركة تصنيع عربيات سيارات. انت بتتكلم ان احنا خلاص. يعني الموضوع ده فعلا مش هيبقى سهل لناس كتير. وناس كتيرة اول ما هتسمع الخبر ده تقريبا ربنا يسطل عليه. الخبر فجون. ولسه اهو. لسه عارفوا فقلته على طوب. طبعا في نهاية الفيديو لو اعجبك الفيديو وباتتابعني مع طريق اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للكنال وتفعل زر الجرس عشان نوصل لكل الجديد بتاع واريت ما تنساش برضو انك انت تدعمني بلايك. ولو انت بتابعني مع طريق الفيسبوك يا ريت ما تنساش تعمل متابعة وتفعل زر الجرس. وتعمل او مشاركة عشان خاطر تدعمني في شغلي. ودلوقتي اقدر لكم ايه? سلام.